اشتركوا في القناة القمر راح يتنقل من برج العذراء للميزان في البداية لغاية ساعة الصباح راح يكون موجود في منزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح قلنا لغاية ساعة الصباح طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية فلكية راح تكون تقريبا في فترة الحلقة زاوية تربيع سلبية بين القمر والزهرة راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وخمس دقائق بتوقيت جرينيتش مساء أكثر المتضررين من كان يعني اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية الثانية هي زاوية التقابل السلبية راح تكون بين القمر ونبتون راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وواحد وعشرين دقيقة مساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد على مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبلوتو راح تكون في تمام الساعة أحد عشر مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر والمشتري راح تكون في تمام الساعة ثنتين واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش يعني بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني بتلوح الفرصة لتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا على تعزيز الروابط العائلية طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بصير خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 224 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ورح يستمر لغاية الساعة 7 و9 دقائق صباحا بتوقيت جرينيش يعني اكثر الناس اللي رح يشعروا بهاي الزاوية هم اللي من الجهة الاخرى من الكرة الارضية يعني اللي بتكون عندهم فترة نهار هاي الفترة هذا بعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار فيه ناس سألت سؤال بيقولك طب انا لو فكرت في مسألة في فترة خلو المسار ولكن انا ما نفذتها الا بعد يعني ما انقضت في خلو المسار في الفترات العادية هل التفكير هذا بيأثر بشكل سلبي على الموضوع لا يعني التفكير في المواضيع او انك تدرس موضوع او تدرس ملف في فترة خلو المسار ما له اي تأثير التأثير بيصير اذا وقعت على امر او بدأت بشراء سلعة او شيء في فترة خلو المسار هي اللي بتكون سلبية الان اذا انت كنت تفكر في الشغلة هاي يا بالخلو المسار واجا فترة اجباري غصبت عنك بدك توقعها في فترة خلو المسار ما فيه اي ضرر لانه انت عقدت النية على الموضوع قبل خلو المسار وجهزت امورك كاملة على اساس انك تعملها ولكن صادفت خلو المسار هنا خلو المسار ما بيأثر عليك ولكن اختيارك للوقت انه هو خلو المسار وتوقيعك على الامر في خلو المسار هنا اللي بنحكي انه هاي الفترة بتكون نحيسة جدا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية برضو تربيع سلبية وهاي يعني شوي تعتبر من اخطر الزوايا اللي بتمر الفترة هاي تقريبا هي لها تقريب الاسبوع موجودة ورح تستمر كمان تقريب الاسبوع او عشر ايام ورح يصير تراجع فعشان هيك الزاوية هاي رح تتشكل وتظلها متشكلة لمدة تقريب الشهر كامل فعشان هيك بتكون تنتبهوا من هاي الزاوية ولا اللي انا بدي احكيه زاوية التربيع السلبية هاي رح تكون بين الزهرة ونبتن رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتذكرنا هاي بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية بتعكر صفونة زاوية التربيع هاي خطرة جدا اذا يعني بتتزايد خلالها اللي هي امور التحرش الجنسي والاغتصاب وخصوصا مع الاطفال بتدل هاي على تراجع مداخل الاسطول البحري والصيد البحري وصناعة صيدلية او صناعة الدواء وكذلك صناعة النسيج والتجميل بسبب تخاذل وتكاسل العاملين في القطاعات برضو الاعمال الفنية اللي تطرح في الاسواق بالفترة اللي هي من قبل اسبوع هسا شوفوا اربطوا الامور مع بعض انتو الاعمال الفنية اللي طرحت من اسبوع لعشر ايام اللي هي من بداية رمضان يعني مسلسلات رمضان والبرامج ساعة رمضان في هاي الفترة بتلاقي يعني نوع من انواع الفشل او الاشي الانتكاسي المفجعة يعني اللي بتخلي الواحد يتفاجأ من هذا الطرح وينصدم انه معقول هذا الممثل عمل هذا المسلسل طب ليش هذا المسلسل فبتلاقي انه هاي كل هالاشياء فيها نوع من انواع السلبية وبتكون نتائجها بعكس ما كان متوقع بسبب غياب الحس الفني فيها وبلاقي بعض الفنانين خيبات امل كبيرة بالفترة هاي قيسوا على رمضان ومسلسلات رمضان اللي بتابعوا بلاقوا قديش حجم خيبات الامل اللي مرت في المسلسلات اللي عرضت في رمضان طيب بالنسبة للقمر رح يستقر في برج الميزان الساعة سبعة وتسعة دقائق صباحا بتوقيت غرينيش رح يكون في منزلة الغفر اللي هي منزلة الكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي يعني زاوية ممتزجة ما بين ايجابية وسلبية طبعا تأثير القمر على كافة الابراج لما بكون موجود في الميزان في هاي الفترة عاطفيا يعني فترة عاطفية بتعزز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر من ميل الاسترخاء بجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن قد تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة بننجح في اعمالنا الفنية بوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفله وعادي بيكون فيها اشياء ممكن الواحد يزين البيت يدوكر مكتب يغير ديكور المنزل واقتناء حاجيات جميلة بعد هاي الزاوية مباشرة بصير عنا زاوية تثليث ايجابية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة 10 و 15 دقيقة ظهرا وهاي اخر زاوية خلال هذا النهار منصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بما ان القمر رح يكون موجود في الميزان معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم 6-5 رح يكون في تمام الساعة 2.30 صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 7 أو 5 دقائق أو 4 دقائق صباحا لينتقل بعد هالقمر الى العقرب عمر القمر القمر المحدب 11 يوم في تمام الساعة 11 و 52 دقيقة ظهرا بصير عمره 12 يوم نسبة الاضاعة 82% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى 20-5 المزاج سعيد القمر في العذراء والميزان حتى 6-5 المزاج سعيد عطارد في الثور حتى يوم 11-5 المزاج ممتزج الزهرة في الجوزاء حتى 13-5 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد المريخ في الدلو حتى 13-5 مزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14-5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج منتحس زحل في الدلو حتى 11-5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج منتحس أورانوس في الثور حتى 15-8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج ممتزج نبتون في الحوت حتى 23-6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد بلوتوف الجديد بيتراجع حتى 14 مزاجه منتحس أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل واصلوا عمل بدأتم فيه من قبل وما تبادروا في عمل جديد ما تهملوا صحتكم في ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكتكم ممكن تتعقد الأمور ويطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة يعني بين الأزواج بموضوعية يعني بعقل حاذر من القطيعة والدعاوة القانونية خصمك في هاي الفترة بكون قوي والعراقية اللي بتستفزك طبعا السبب إنه القمر بدو ينتقل من بيتك السادس لبيتك السابع يعني مقابلك تماما فأنت ما عندك لا طاقة كافية ولا عندك تركيز كافي أما بالنسبة للبيت الأول فمنشوف اليوم متقلب بالمزاج ما بين روتيني وما بين ممكن يعني شوية إيجابية تصير في ساعات الصباح ولكنها مش كاملة وبعدين برجع روتيني فعشان هيك على طبيعتك بتكون فسهل جدا إنه أي شخص يستفزك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي يعني شوي بكون فيها ضغط إما مصاريف زيادة أو يعني نوع من أنواع التهور المالي أو فشل بمشروع معين أو ممكن تكون موعود بمبلغ معين ويتأخر في خلال الفترة هاي أو ممكن إنه شوي يخيب أملك بخصوص المواضيع المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايفه متقلب اليوم على أكثر من مرحلة منلاقي إنه روتيني لغاية ساعات الصباح في ساعات الصباح شوي بصير عنا نوع من أنواع العصبية بعدين برجع بصير روتيني بعدين نرجع من عصب مرة ثانية في ساعات العصر بعدين برجع روتيني فعشان هيك نمسك حالنا من العصبية ومن التوتر من الانفعال اللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد ويدرس بشكل جيد عشان يقدم امتحانه بشكل جيد بدون ما يعتمد على الحضوض وحاول في نقاشاتك إنك ما تنفعل وما تتهور أثناء قيادة السيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أكبر ضغط على البيت فعشان هيك أكثر المشاكل والحدية رح تكون ناتجة عن البيت أو عن أفراد العائلة أو خلاف داخل البيت أو ممكن اجتهاد في أمر معين أو تراكم في مسألة معينة أو أعطال أو تصليحات أو وجهة نظر يعني كلها بالدور حوالين البيت هاي الضغوطات أما بالنسبة للبيت الخامس فعاطفيا اليوم أنت برضو نفس الإشي عندك نوع من أنواع التقلب في المزاج فممكن اليوم يا تفكر في حبيب قديم يا في مسألة عاطفية فاشلة يا إما أنه أنت تحتد بسبب موقف بتخذ الحبيب معك أما بالنسبة للبيت السادس فهو برضو متقلب على مستوى العمل زي ما ذكرنا والبيت السابع زي ما ذكرناهم في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثامن برضو نفس الشيء هو زي البيت الأول يعني بعطيك بشكل إيجابي أو روتيني عادي ولكن في ساعات الصباح ممكن ينتج بعض الأمور اللي إلها علاقة ببعض التحصيلات المالية ولكن برجع روتيني فعشان هيك منقول للعوضاع المالية قل قليل من برج الحمل اللي ممكن يستفيده ماليا خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فهو يعني نقدر نحكيه جيد بدعمك بقوة خلال هذا النهار على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل قانونية أو أمور إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة الجامعية أو أوراق سفر يعني كلها هاي الأمور بتكون إيجابية أما بالنسبة لبيت السمعة فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن حاول أنك ما تحتد كثير على أحد الزملاء في العمل أو رئيسك في العمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء يعني بيتك 11 شوية يعني ما بدنا نحكي أنه إيجابي برضو وما بدنا نحكي أنه سلبي ولكن بدكوا تحذروا من بعض الخلافات أو سوء التفاهم اللي ممكن يصير ما بينك وبين صديق في منكم ممكن يخلاق على وضع معين بتعرض له صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فبنقولك دير بالك اليوم ما تجازف وما تغامر حاول تنجز الأعمال الضرورية وحاول أنك تهتم بصحتك بشكل كامل مرج الثور بوسعكم قضاء وقت ممتع ما أحباكم يعني لغاية ساعات الصباح ولكن في ساعات الصباح بنتقل القمر عندكم للبيت السادس فبيتراكم عندكم العمل وبدكوا تنتبه لصحتكم أكثر بتتزامن عندكم الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهميش أنك تحاذر من المشاكل الصحية أما بالنسبة للبيت الأول فهنا احنا منحكي على مرحلتين يعني مرحلة بيكون إيجابي اللي لغاية ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح بيصير فيه نوع من أنواع الضغط عليك فممكن نفسيتك تتقلب أو يغلب عليك نوع من أنواع العصبية أو الحدية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فهو ضاغط تماما خلال هذا النهار على الأمور المالية فبيغلب عليك اللي هو نوع من أنواع المصريف لزيادة أو القلق المادي أو بعض الأمور المالية المعقدة أما بالنسبة للبيت الثالث فبرضه متقلب اليوم على مستوى الشخصية فعشان هيك يغلب عليك شوي عصبية نوع من أنواع الحدية وخصوصا كلها بتيجي في ساعات النهار حاول أنك ما تدخل بنقاشات وتكون عقيمة عشان ما تحتدش وبرضه في نفس اللحظة اللي عندهم امتحانات أو دراسة اليوم بدهم يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحظ اللي عندهم تنقلات بالسيارات بدهم ينتبهوا من الحوادث أو من عدم التركيز أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف برضه الضغط على مستوى البيت عالي جدا فعشان هيك ممكن تحتدوا أو تعصبوا أو تكثر بعض المسئوليات المنزلية العطالة المنزلية أو سوء خلاف معين ممكن يصير مع أحد أفراد العائلة كلها ضغطة بشكل حد أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه هو البيت السادس كما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع في ضغط على مستوى بيت الشراكة ممكن يسبب نوع من أنواع التوتر في العلاقة ما بينك وبين الشريك حاول أنك أنت تمسك أعصابك وما تكبر الفجوي ما بينك وبينه أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بيريحك على المسائل المادية فممكن من خلاله تحصل يعني بعض الأشخاص من برج الثوري يحصلوا على قروض أو مسائل مساعدة أو نوع من أنواع الدعم أو ممكن بعض الأموال كسلفة تيجي من الزوج أو الزوجة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على مستوى بيت الاتصالات والمواصلات البعيدة وأمور السفر أمور المحاكم أمور الامتحانات الجامعية كلها هاي إيجابية وبتدعمك بقوة فممكن تتواصل مع أي شخص خارج البلاد وتكون نتائج إيجابية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني تماماً ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك اللي بيعملوا على مستوى المؤسسات الكبيرة أو الشركات الكبيرة اليوم بنجزوا أعمالهم بشكل اعتيادي أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء شوي في بعض الضغط موجود على بيت الأصدقاء يعني ما زالت الأمور ضاغطة فعشان هيك ممكن يصير فيه توتر باتجاه صديق أو تصرف من صديق أو قلق على صديق أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فأنا شايف أنه الأمور برضو روتينية فعشان هيك بدعمك في إنجاز بعض الأعمال الضرورية خلال هذا النهار وممكن بعضك يهتم بشؤون صحية ولكن بدك تنتبهوا على مقتنياتك أو ممتلكاتك من الضياع أو السرقة برج الجوزاء طبعا بدك تتجنبوا إدخال أي تغيير على مساكنكم أو شراء قطعة أثات للبيت لغاية ساعات الصباح لأنه هاي الفترة القمر بيكون في البيت الرابع فبكون ضاغط عليكم على مستوى البيت من ساعات الصباحة بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء يعني يعني فيه نوع من أنواع الأجواء الواعدة وممكن أنك تعيد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب خلال الفترة هاي وممكن تنتصر على كل الاعتبارات بتحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة بالفترة الماضية يعني الفترة هاي تعتبر من أفضل الفترات خلال الشهر فترة إيجابية جدا بالنسبة للبيت الأول طبعا اليوم تشعر من ساعات الصباح أنه أنت انشحنت بطاقة كبيرة بيصير عندك ثقة عالية بنفسك تتحسن معنوياتك وممكن أنك تحصل على مسألة يعني تكون إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور على مستوى الأمور المالية فيها نوع من أنواع القلق عندك يعني رغبة بالإصراف أو بصرف النقود بغير مكانها أحاول أنك تركز بشكل إيجابي على أساس أنه أنت ما تصرف لأنه ممكن الفترة الجاي أنت تحتاج أما بالنسبة للبيت الثالث فشايف الأمور أنا متقلبي خلال هذا النهار فبيغلب عليك نوع من أنواع العصبية أو الحدية في الطباع حاول أنك تمسك حالك شوي وما تنفعل وما تعصب اللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض واللي عندهم تنقلات برضو نفس الشيء بدهم يعتمدوا على سرعة بديهم وما يتشتتوا أثناء القيادة خوف من الحوادث أما بالنسبة للبيت الرابع والبيت الخامس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس في نوع من أنواع الضغط والحدية عليك فعشان هيك ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا النهار أو يصير خلاف ما بينك وبين أحد زملائك بالعمل حاول أنك تمسك عصابك وراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع يعني تقريبا منحكي روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن في ساعات المساء بدك تدير بالك من سوق خلاف ممكن شوي يوترك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايفه جيد يعني بدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحصل بعض المكاسب أو ممكن أنه يكون في بعض المردودات المالية اللي بتيجي إما كقرض أو صلفة أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد اللي عندهم امتحان اليوم جامعي بنجزه بشكل جيد واللي عندهم برضو تنقلات برضو بتكون ممتازة ومثمرة اللي عندهم قضايا قضائية أو أوراق قضائية بتكون لصالحهم أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه الأمور على مستوى بيت السمعة ضاغطة فعشان هيك منقولك دير بالك أنك تشوه سمعتك اليوم بأي تصرف ما تحاول أنك تغامر ولا تخالف القوانين ولا تدخل بأي شيء مشبوه وحاول أنك ما تتأخر عن عملك وما تدخل بنقاشات حادة ما بينك وبين زملائك أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأمور متوترة على مستوى الأصدقاء فهذا شوي ممكن يا إما يوتر علاقة يا إما تسمع خبر بتعلق في صديقي شوي يخليك تحتد أو ممكن خلاف أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بيدعمك بشكل قوي تقدر اليوم تنجز بعد الأعمال الضرورية وفي منك رح يهتم بشأن صحي وفي منك ممكن يحاول أنه يوخذ إجازة أو يوخذ راحة أو أشياء من هذا القبيل برج السرطان اللي بيتقدم لإمتحان بده يستعد بشكل جيد خصوصا في ساعات الصباح لغاية بعد ساعات الصباح بصير التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة تجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه العمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك ما تفرض رأيك على اللي حواليك فترة مناسبة للتنقلات والاستثمار أما بالنسبة للبيت الأول فشخصيتك اليوم أحسن برضو مدعوم بطاقة أكبر مش بالشكل الكبير ولكنها برضو إيجابية في نوع من أنواع الاستقرار النفسي موجود عندك صحيح أنه بعد ساعات العصر ممكن يصير روتيني ولكن الأمور إجمالا إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور مثل ما ذكرناها يعني بيكون فيه نوع من أنواع الضغط عليك أو بعض المصريف اللي زيادة بدك تحاول أنك أنت ترتب أمورك المالية بشكل جيد حاول أنك أنت تقلل من مصريفك بس أما بالنسبة للبيت الثالث والبيت الرابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات اللي عنده امتحان بده يستعد بشكل جيد وبدكوا تحذروا على الطرقات أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور يعني شوي فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى العاطفي فهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الحدية أو الإنفعالية بشكل متقطع خلال هذا النهار حاول أنك تمسك أعصابك قدر الإمكان وما تنفعل وما تعصب أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى الأمور العملية ممكن اليوم يوكلك عمل معين أو مثلا يفرض عليك مسألة معينة إلها علاقة بالعمل فهي توترك شوي لأنها بتيجي مش بالوقت المناسب ومنكو ممكن يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور متقلبة على مستوى الشراكة فعشان هيك ممكن اليوم تحتد على الشريك اللي هو على الزوج أو الزوجة أو شريكك بالعمل ممكن تحتد أو تعصب أو صير سوء يعني سوء فهم أو سوء خلاف خلاف معين هذا يخلي شوي الأمور تحتد كثير أما بالنسبة للبيت الثامن فهو متقلب خلال هذا النهار فعشان هيك يعني شوي الأمور ممكن يعني يكون فيها نوع من أنواع الصدمات المالية خلال هذا النهار فيه منكو ممكن يراجع بنك أو يبحث عن مسألة إلها علاقة بقرض أو منحة أو بعض الأمور المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط عليك تماما ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع الضغط عشان هيك بتتقلب الأمور اليوم على مستوى الاتصالات الخارجية حاول أنك تتجنب أي قضايا قضائية خلال هذا النهار واللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يركزوا بشكل ممتاز أو بشكل كبير وما يعتمدوا على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني على مستوى بيت السمعة مدعوم بطاقة كبيرة وفي منكو ممكن اليوم يشعر بنشاط عالي أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى بيت الأصدقاء بيدعمك في مسألة معينة وممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التقارب أو دعوة أو لقاء ممكن يكون يعني أشياء من هذا القبيل وبتكون إيجابية في منكو ممكن يقلق على صحة صديق أو على وضع لصديق معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تدير بالك بشكل كبير اليوم حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة وما تعتمد على الحظ نهائيا خلال هذا النهار برج الأسد احذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا في السفر والاتصالات بيكون عندكو نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر النشاطات حسب حق الإختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة خلال هذا النهار باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح والصراحة خصوصا باشي بيتعلق بمواقفك ما تتردد خلال هذا النهار بالتحرك أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد على مستوى بيت يعني شخصية ممكن يدعمك بشكل إيجابي وممكن اليوم تحقق كثير من الإنجازات يعني مدعوم بشخصية أو نفسية ممتازة أما بالنسبة للبيت الثاني والثالث فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع شوي الأمور متقلبة على مستوى البيت فممكن تحتد أو تعصب من مسألة معينة خصوصا في ساعات ما بعد الظهر وممكن يصير في خلاف أو نقاش معين فأنت شوي يكون يعني هيك ردة فعلك عصبية في بعض الأعطال أو بعض المهام المنزلية اللي ممكن يكون بعضها مربك أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما على المستوى العاطفي بالنسبة للبيت السادس يعني منقدر نحكي أنه الأمور تقريبا يعني جيدة يعني بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية خلال هذا النهار وفي منك ورح يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط تماما على مستوى بيت الشراكة فعشان هيك شوي بيسبب لك بعض القلق أو بعض التوتر أو بعض الحزن على مسائل إلها علاقة إما بالشريك أو شريك المال أو العاطفي أما بالنسبة للبيت الثامن برضو في أمور ضاغطة على المستوى الأموال المشتركة فيمكن عندك بعض السداد للديون أو تراكم أو حسابات أو جدولة إلى بعض الالتزامات يعني بيكون في ضغط على المستوى الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل علمية أو فلسفية أو دينية في منكو بنشط بالحركة والتنقلات وفي منكو رح يهتم بأوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو تقريبا نقدر نحكي جيد خلال النهار هذا على مستوى بيت السمعة يعني بيخليك تدافع عن سمعتك وتعزز بعض الأمور وفي منكو رح ينشط في مكان عمله وينجز بعض الأعمال الضرورية أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور على مستوى بيت الصداقة شوي بيكون فيها نوع من أنواع الضغط فممكن تسمع خبر يزعجك بتعلق بأحد الأصدقاء أو أحد المعارف أو ممكن أحد الأصدقاء يتدخل في شأن معين إلك شوي يسبب لك نوع من أنواع التوتر أما بالنسبة لبيت المتاعف فهو متقلب خلال هذا النهار على نحو ما بين روتيني وما بين سلبي فعشان هيك بنقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة وراقب وضعك الصحي يعني بشكل جيد برج العدراء بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط مع هيك بتكون ما تبادروا بأي عمل جديد بل وسطوا الأعمال اللي أنتوا معتادين عليها في ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو لحبيب ما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمر مالي أو استشفائي أما بالنسبة للبيت الأول والثاني زي ما ذكرناهم في التوقعات بالنسبة للبيت الثالث شايف أنا رح يغلب عليك اليوم العصبية والحدية والتوتر فعشان هيك يحاول أنك ما تنفعل وما تعصب أثناء القيادة أو أثناء النقاشات بدك تدير بالك اللي عندهم امتحانات على المستوى الابتدائي والثانوي بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض أما على مستوى البيت فالأمور تقريباً منقدر نحكي جيدة بتدعمك بشكل إيجابي وخصوصاً من ساعات الصباح يعني الأمور البيتية بتصير تقريباً إيجابية ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة وفي منكم رح ينشغل في بعض الترميمات أو التصليحات أو المشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي فهو الروتيني تماماً ما فيه لا إيجابي ولا سلبي على المستوى العاطفي وهذا غير متزوجين أما بالنسبة للبيت السادس فمنقول لكم اليوم يعني يكون العمل كثير وضاغط عليكه بشكل كبير فعشان هيك حاول تنجز الأعمال بدون ما تخليها تتراكم عليك حاول أنك تتعاون مع صديق أو مع شخص على أساس إنجاز هاي الأعمال وفي منكم ممكن يهتم أو يقلق بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكة برضو الأمور الروتينية لغاية ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح بيصير فيها نوع من أنواع الحدية فالأزواج بدهم يديروا بالهم من العصبية والإنفعال خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن فهو الروتيني تماماً على المستوى الأموال المشتركة فما في لا إيجابية ولا سلبية على حسب طبيعتك أنت بتتعامل أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف على مستوى الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو امتحانات جامعية كلها هاي بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو ضاغت جداً على مستوى بيت السمعة فعشان هيك منقول لك ما تخالف القوانين وما تدخل في أعمال مشبوهة حاول أنك أنت يعني تحافظ على سمعتك قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط على بعض العلاقات أو المعارف فممكن تسمع خبر بتهلق بصديق أو معرفه يضغطك أو يعصبك أو يصير فيه نوع من أنواع التوتر أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني تماماً ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك يحاول أنك تنجز الأعمال الضرورية حاول أنك تهتم بصحتك قدر الإمكان وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة برج الميزان طبعاً بيظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثالث على التوالي إلى غاية ساعات الصباح فإنجزوا فقط ما هو ضروري ومهم من العمل المتراكم وحاولوا أنك تأخذوا قسط كافي من الراحة يعني بيطرق تغيير للأفضل على صحتكم في ساعات الصباح لأن القمر بصير موجود عندكم تستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال التعديلات أو التغييرات على روتينك أو على مظهرك قوي يعني بتقوى نسبة النجاح عندك في خلال الفترة هاي وممكن تشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط المالي أو المصاريف أو المشتريات أو بعض الضغوط اللي إلها علاقة بالحسابات بتكون خلال فترة من الصباح للمساء أما بالنسبة لبيتك الثالث فتقريبا في نوع من أنواع التوتر أو الضغط عليك فعشان هيك منقول لك ما تعتمد على الحظ بشكل كبير حاول أنك ما تنفعل أثناء النقاشات وبرضو اللي عندهم امتحان بدهم يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى بيت البيت فعشان هيك تعاملك في البيت أو مع أفراد العائلة بيكون جيد في منك رح ينشط بابتكار طبخة معينة أو اجتهاد منزلي أو ترتيب أو ديكور أو بعض الأشياء العائلية أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف الأمور الروتينية على المستوى العاطفي فممكن برضو يتسبب لك نوع من أنواع التوتر في ساعات الصباح لغاية المساء أو ضغط أو عصبية بسبب الحبيب أو تصرف حبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى العمل ممكن أنه اليوم تنضغط على مرحلتين خلال هذا النهار يتوكل لك عمل أو واجب معين فيكون صعب عليك أو يكون ضغط عليك بدك تهتم أو الإشي بإنجاز الأعمال الضرورية وبدك تهتم بشؤونك الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور يعني على مستوى بيت الشراكة برضو فيها نوع من أنواع الضغط وخصوصا في فترة العصر وممكن يصير توتر أو عصبية ما بينك وبين الشريك بالعاطفي أو المال وخصوصا ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني يعني ممكن في ساعات الظهر بس يكون فيه خبر إيجابي بدعم من وضعك المالي وخصوصا بالأموال المشتركة إما تحصيل ديون أو استرداد مال بعود لك أو موضوع قرد أو تسوية أو أمور بنكية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد إلا أنه ممكن تسمع خبر شوي يزعجك اليوم أو ينرفزك وفي منك اللي عنده امتحان جامعي اليوم إيجابي بيدعمهم بقوة ولكن برضو يعني نصيحة ما يعتمدوا على الحظ بدهم يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة فبيدعمك بقوة فبتقدر اليوم تنجز كثير من الأعمال بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل وبرضو جيد للي بيعملوا من ضمن مؤسسات كبيرة على مستوى إما أنهم بيسمعوا إطراء أو بنجزوا عمل كان صعب أنهم ينجزوا بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فما زالت الأمور يعني فيها نوع من أنواع التقلب ولكن إجمالا أنه اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لمة معينة أو عزومة وفي منكو ممكن يقلق بشأن صديق أو معرفة أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرناه هو والبيت الأول في بداية التوقعات برج العقرب طبعا بتنشطوا بين الأصدقاء لا تعتمدوا كثير على وعد بيقطعوا لكم أحدهم في ساعات الصباح انتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر بيصير موجود في بيت متاعبكم ما توقع على عقد ولا تبدأ بعمال جديدة هاي فترة فارغة من الحضوض حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الضوضاء ما تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك حاذر من البلبلة والالتباسات أما بالنسبة للبيت الأول فهو متقلب اليوم هو روتيني ولكن ممكن يصير فيه بعض التقلبات على مستوى المزاج وخصوصا أنه القمر رح يتواجد في بيت المتاعب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور المالية برضو ضغطة حسابات أو مشتريات أو مصاريف أو التزامات مالية كلها بتضغط عليك بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بتنشط بالحركة والاتصالات والتواصل مع أشخاص ممكن يكون فيه عندك أكثر من منشوار مع بعض وفيه اللي عندهم امتحانات برضو رح يقدموا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فهو ضغط على مستوى البيت ممكن أعمالي زيادة أو التزامات أو أعطال أو بعض الترتيبات أو نقاش ممكن يتطور ويصير عصبي الواحد بمزاجه أو ينفعل بسبب تصرف أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما على المستوى العاطفي فما فيه إيجابية أو سلبية أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة ولكن بدك تدير بالك على صحتك خصوصا من التوعوكات الصحية اللي بتيجي عن شد العضل والتوتر العصبي يعني حاول تهتم بصحتك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضغط على مستوى بيت الشراكة بيصير من ساعات الصباح بتوتر العلاقة وممكن تنشحن العلاقة بسلبية كبيرة خلال هذا النهار ويحتد النقاش لدرجة أنه ماتت مالك أعصابك حاول قدر الإمكان ما توصل للمرحلة هاي عشان تتجنب المشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور المالية المشتركة برضو بتأرقك في بعض الالتزامات أو الدفعات المالية أو الاهتمامات المالية اللي منها ضغط كثير خلال هذا النهار حاول أنك أنت يعني تشحن حالك بطاقة إيجابية على أساس أنك تقدر تركز وتعرف الجدول هاي المبالغ أما بالنسبة للبيت التاسع فعلى مستوى السفر والاتصالات البعيدة معاملات بنكية معاملات قانونية امتحانات جامعية كلها هاي إيجابية وقوية جدا وبتدعمك بالحضوظ ممكن تكثر عند كل اتصالات اليوم أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فيعني من ساعات الصباح منقولك دير بالك أنك تشوه سمعتك بأي تصرف ما تنفعل وما تعصب وامسك حالك قدر الإمكان من أي شيء ممكن يدخلك في مرحلة العصبية أما بالنسبة لبيتك 11 وبيتك 12 فكما ذكرناهم في بداية التوقعات برج القوس واصلوا عملكم الاعتيادي وما تبادروا في عمل جديد في ساعات الصباح ابتلتقوا لأصدقاء بادروا في ملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك ممكن أنه تجد حليف ويدعم تصوراتك ما تستسلم حاول أنك تكرر المحاولة مرة ثانية على أي أمر حاول أنك تعملوا الفترة الماضية وما نجحت فيه اليوم ممكن تنجح بالمحاولة أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور اليوم النفسية شوي بتنشحن بطاقة إيجابية أكثر وخصوصا من ساعات الصباح بتدعمك بشكل قوي جدا وممكن يصير فيه اليوم يعني تغيير على مستوى مظهركم أو على الاهتمام فيكو أنتو اللبس أو تجميل أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور ضاغطة على المستوى المالي ممكن مصاريف زيادة أو توتر مالي معين أو الاهتمام ببعض الأمور المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو ضاغط بشكل كبير على مستوى العصبية فعشان هيك ممكن اليوم ينتج منك أي شيء غير متوقع من العصبية وردات الفعل حاول أنك ما تغامر كثير أثناء القيادة بدك تنتبه وتركز على الساس أنه ما يصير عندك أي شيء زي حوادث أو أخطاء ممكن أنه يعني تكون بعض الأعطال بالاتصالات أو بالمواصلات اللي عندهم امتحانات ابتدائية وثانوية بدهم يركزوا بشكل جيد يعني على دراستهم وما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور روتينية على مستوى البيت ما فيه لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على مستوى البيت بالأمور اللي أنت معتاد عليها أما بالنسبة للبيت الخامس فيعني الأمور العاطفية شوي ممكن أنه يظهر بعض المسائل العاطفية أو التودد مع الحبيب خلال هذا النهار أو نوع من أنواع التقارب أما بالنسبة للبيت السادس فهو ضاغط بشكل كبير عليك فعشان هيك ممكن يتراكم عندك بعض العمل أو أنه ممكن تهتم بشأن صحي بيعود لك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي ضاغط بشكل كبير فعشان هيك بدك تدير بالك من المشاحنات والمشادات الكلامية ما بينك وبين شريك المال أو العاطفي يعني ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني برضو على المستوى الأموال المشتركة ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن في ساعات الصباح ممكن يعني يا إما يجيك بصيص أمل لمسألة مالية أو أنه يكون فيه أمر جيد بدعم تصوراتك أو بدعم موقفك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الأوراق القانونية وعلى مستوى معاملات السفر على مستوى الامتحانات الجامعية على مستوى العلاقات مع أشخاص خارج البلاد كلها هي بتدعمك بقوة وإيجابية قوية جدا أما بالنسبة للبيت العاشر والبيت 11 فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب يعني الأمور تقريبا روتينية لا أحسن لا إيجابية فعشان يك اليوم إيجابي ممكن تهتم بشؤونك الصحية أو إنجاز بعض الأعمال المهمة وفي منكم ممكن يجد شيء كان فاقده الفترة الماضية برج الجدي اللي بده يقدم امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد في ساعات الصباح ممكن تنجحوا في المحافظة على سمعتكم خصوصا بعد ساعات الصباح ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة ما أهمش إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك يعني هم بالواجبات على أحسن وجه حاول إنك تقدم أفضل المستطاع لأنه الفترة هاي شوي بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا يعني مشحون بطاقة إيجابية بتظلك لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر ممكن تتوتر وتعصب من مسألة معينة أو تنشحن بطاقة سلبية حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوز الضغوط أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية ضغطة عليك بشكل كبير عشان هيك بتسبب لك نوع من أنواع التوتر إما مصاريف زيادة أو قلق مالي أو مادي أو ممكن ضغط على المستوى المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور يعني تقريبا روتينية إلا إنه برضو بيحمل لك هذا النهار بعض التقلبات في المزاج والعصبية والحدية في أوقات ما بعد الصباح وفي منكو ممكن ينفع لو يتهور أثناء القيادة فيدير باله من الحوادث أما بالنسبة لللي عندهم امتحانات بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فالأمور على حسب وضعكم اللي بتكون أما بالنسبة للبيت الخامس على مستوى العاطفي شوي بتكون محتد وبتعصب وفي ساعات الصباح بتزيد العصبية أكثر عندك فحاول ما تخذ موقف أو تتخذ موقف اتجاه الحبيب وما تنفعل وما تتوتر أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور على المستوى العملي ممكن أنه يتوكل لك عملي زياد اليوم أو دين طلب منك بعض الأعمال فهي شوي توترك أو تعصبك وفي منكو رح يهتم بمشاكل أو مسائل صحية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة الوضع حاد جدا يعني بيسبب لك القلق والتوتر من الشريك بأبسط الأمور فعشان هيك يمسك حالك ما تنفعل لأنه الضغط من عندك أنت حاول ما تنفعل وما تعصب خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى الأموال المشتركة بالنسبة للبيت التاسع والبيت العاشر فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 يعني شوي ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين صديق أو معرفة لإنجاز بعض الأمور المهمة وممكن يكون فيه دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو ممكن اتصال ما بينك وبين صديق ينصحك بمسألة معينة وتكون لصالحك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد جدا خلال هذا النهار بتقدر تنجز كثير من المهام وبرضو مشحون بطاقة عالي جدا تحمي فيها أي تآمر ممكن يصير عليك يعني بتقدر تقرأ الوضع ما تسمح لحد أنه يتآمر عليك عندك قدرة عالي جدا على هاي الأمور برج الدلو اتجنبوا أي شراكة مالية وتفحصوا حساباتكم المشتركة خففوا من النفقات حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلى علاقة بالسفر أو اتصالات بعيدة يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة بتناقش بقوة وذكاء بتتجرأ على رفض الأمور اللي ما بتناسبك ما تخشى شيء ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة وأمور إلها علاقة بالقضايا أو بالسفر أما بالنسبة للبيت الأول فلغاية ساعات الصباح بتكون ضغطة بعدين الأمور بتصير لصالحك أكثر بتنشحن بطاقة كبيرة وممكن اليوم تنجز كثير من المهام اللي كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور المالية ما زالت ضغطة عليك فعشان هيك فيه توتر مالي إما التزامات أو مشتريات أو بعض الأمور المالية كمستحقات بتوترك حاول أنك تبعد عن المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث اللي عندهم امتحانات بدهم يركزوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحضوض وممكن يصير فيه بعض الضغط أو المشاحنات ما بينك وبين أخ أو جار وفيه منك ممكن شوي الطيش أو السهو يأثروا عليه فيعرض نفسه لإصابة أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت الضغطات كبيرة ممكن يتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق إلى هذا النهار وممكن شوي الأمور تكبر فما تقدرش تسيطر على بعض المشاكل أو على نفسك من الانفعل حاول أنك أنت تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول أنك أنت ما توصل لمرحلة فقدان السيطرة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي متقلب خلال هذا النهار ممكن أن شوي الأمور تحتد أو تعصب من مسألة بارتكبها الحبيب أو ممكن أنه هو يتجاهلك في مسألة معينة فهذا الإشي شوي سبب لك نوع من أنواع النفور من ساعات الظهر الأمور بتصير جيدة أما بالنسبة للبيت السادس على المستوى العملي يعني لغاية ساعات الصباح الأمور بتكون جيدة ممكن تنجز كثير من الأعمال المهمة ولكن بعد ساعات الصباح ممكن يتراكم عليك العمل أو يتطلب منك جهد زيادة وفي منك رح يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكة المالية والعاطفية فاليوم ضاغط على مستوى الأمور اللي ممكن تحدث ما بينك وبين شركائك أي الأزواج وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر ممكن تحتد من طلب أو من تصرف الشريك فشوي الأمور تحتد عندك أما بالنسبة للبيت الثامن والتاسع فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر إجمالا روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى بيت السمعة بالنسبة لبيت الأصدقاء يعني الأمور من ساعات الصباح بتصير جيدة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو دعوة لإفطار مثلا أو نعمل أنواع التقابل أو التلاقي أنت وصديق على مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي حاول تنجز الأعمال الضرورية وحاول تهتم بمقتنياتك من الضياع برج الحوت بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم اتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر يعني بشيء أنتم ما بتقدروا عليه في ساعات الصباح بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب خلال هذا النهار أهم شيء أنك ما تتكاسل سارع يعني لإنجاز بعض الأعمال دون مماطلة أو أعدار أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم شخصيتك يعني من ساعات الصباح تقريبا بتنشحن بطاقة إيجابية وبتقدر تنجز كثير من المهام الممتازة يعني طاقتك بتكون قوية أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور المالية شوي فيها نوع من أنواع الضغط فاليوم ممكن تلجأ للمشتريات الغير ضرورية أو للصرف بدون حساب حاول أنك تركز بشكل جيد وما تدخل في أشياء مالية أنت مش مستعد لها أما بالنسبة للبيت الثالث اللي عندهم امتحان اليوم بدهم يدرسوا ويركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض واللي عندهم تنقلات اليوم برضو بدهم ينتبهوا من السهو والطيش فيه منكو رح يهتم بمسائل العلاقة بالاتصالات والمواصلات وممكن أعطال تكون في هذا المجال أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الرابع شوي الأمور بلشت يعني تتحسن شوي على المستوى البيتي ممكن يكون فيه نوع من أنواع التلاقي أو التقابل ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن بعضكو يلتزم في بعض الأشياء الضرورية والمهمة المنزلية زي ترتيب أو مشتريات أو بعض الاهتمامات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي اليوم الأجواء أحسن يعني فيه نوع من أنواع التقارب أو التلاقي أنت والشريك على مسألة معينة وممكن يكون اليوم محيط بشوية عاطفي وحب وتودد أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الضغط كبير على مستوى العمل فممكن متطلبات العمل تكون كثيرة عليك خلال هذا النهار أو ينطلب منك أشياء كثيرة وفي منك رح يهتم بشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع وبيت الشراكة يعني والبيت الثامن فكما ذكرناهم في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي منك ممكن يهتم بمسائل يعني قانونية مسائل سفر معاملات أوراقا يعني شغلات من هذا القبيل كلها هاي بتكون بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت العاشر برضو جيد جدا بيدعمك على مستوى بيت السمعة وعلى مستوى الأشخاص اللي بيشتغلوا من ضمن مؤسسات كبيرة اليوم بيقدروا بينجزوا أعمال مهمة وممكن تكون حتى يعني تترك انطباع جيد عند رؤسائهم بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء يعني مش جيدة كثير ومش سيئة كثير فعشان هيك يعني ممكن تسمع خبر أو يجيك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو عزومة مثلا ولكن برضو ممكن تحملك بعض القلق من تصرف صديق أو أحد المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فهي جيد اليوم بتقدر اليوم تنجز كثير من الأعمال المهمة وفي منك رح يهتم بأمور العلاقة بالصحة زي أدوية أو فحصات أو أمور علاجية وبرضو بدك تهتم على بعض مقتنياتك من الضياع أو السرقة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى